موسيقى رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد على استقلالية جنوب تيرول وزير الداخلية يطالب منع شامل للأسلحة في الأماكن العامة مخاوف من أذرع إيران في أوروبا من هجمات مستقبلية البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم إلى 3.6% في العام 2024 التحقيق مع شرطي النمسوي أهانى سوري وتسبب له بإصابة تحذير من صيام أطفال المدارس في رمضان مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وكل عام وأنتم بخير ممناسبة شهر رمضان أعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تأكيد التزامها بمثاقة الاستقلالية لجنوب تيرول خلال زيارتها لبولزانو وتطلع حاكم جنوب تيرول أنو كومباتشر للمضي قدما في قانون دستوري ملائم لحالة الاستقلال وتم توقيع اتفاقية بخصوص خطة التنمية والتماسك حيث من المتوقع تخصيص 100 مليون يورو لجنوب تيرول من صندوق أوروبية لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي وأكدت ميلوني على العمل الجماعي لبناء اقتصاد قوي وتأتي هذه الزيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في جنوب تيرول دع وزير الداخلية النمساوي جرهة قرنة إلى حظر شامل للأسلحة في الأماكن العامة مما في ذلك السكاكين لحماية الناس وتعزيز الأمان وطالب قرنة بقانون يحضر حمل الأسلحة خارج المنازل ويستهدف القانون لحد من المخاطر وتطهير الشوارع من المحتدين حسب زعمه وسيحضر حمل أنواع معينة من السكاكين مع استثناء السكاكين الأساسية لبعض الأنشطة مثل رضاذ الفلفل للدفاع عن النفس والذي سيبقى مسموحا به إضافة لسكاكين الفاكهة يذكر أنه يوجد إجراءات مشابهة في ألمانيا وإيطاليا كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن وجود مخاوف في أوروبا من ميليشيات إيران وأذرعها مثل حماس وحزب الله وتخشى السلطات الأوروبية من تهديد أمني جديد في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل ووفقا للصحيفة اعتقل في ديسمبر الماضي في النمسا والبوسنة والهرسك مجموعتين مختلفتين من اللاجئين الأفغان والسوريين المسلحين وضبطت بحوزتهم صور لأهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا في الهواتف المحمولة لبعضهم مما يشير لأن الدافع هو الحرب في غزة توقع البنك المركزي النمسوي انخفاض التضخم في النمسا إلى 3.6 في الماء في 2024 أي نصف ما كان عليه في 2023 وتوقع أيضا استمرار التراجع في 2025 و2026 بحيث يصل إلى 2.7 في الماء و2.3 في الماء على التوالي وتوقع أيضا عودة النمو الاقتصادي بنسبة 5 من 10 في الماء في 2024 و1.8 في الماء في 2025 وبين أن التدابير المالية ساهمت في خفض التضخم بقطاع الطاقة وتباط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية مع استمرار هذا الاتجاه بوتيرة أبطأ واجهت الشرطة النمساوية انتقادات واسعة بسبب اتهامات بارتكاب جراء معنف ضد شاب سوري في بورغلاند أثناء عملية تفتيش وفي أواخر يناير تم إقاف شاب بين سوريين بعد رصدهم بالقرب من موقع محاولة سرقة وخلال التفتيش تعرض أحدهم لإصابة في الوجه وزعمت الشرطة أنه تسبب في إصابته بنفسه وخلال الحادثة قال الشرطي هذه بلدي ليست بلدك بلدك ليست هذه ولن تكون كذلك أبدا وتقدم محام الشاب بشكوى بتهمة الاحتداء الجسدي مستندا إلى مقطع فيديو وقد تم إحالة التحقيق إلى هيئة مستقلة حذر خبراء من تأثير الصيام في رمضان على الأطفال في مدارس فيهن مع زيادة عدد الطلاب الذين يؤدون فريضة الصيام وحذرت هيئات حقوق الطفل من تأثيرات الصيام على الأطفال مشيرة إلى مشاكل صحية محتملة وأوسط بعدم تجويع الأطفال وتجهيم على الاستماع لجسدهم فيما اقترح البعض استخدام صيام الأطفال مع التركيز على الأنشطة التعليمية والتربوية وطلبوا أيضا الهيئات بالتعاون مع الجالية الإسلامية لضمان توجيهات صريحة بشأن صيام الأطفال كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر